اشتركوا في القناة للنجاح في مرحلة التعافي الاقتصادي التي ستكون نتاجاتها الإيجابية لصالح المواطن والاقتصاد الوطني مؤكدا أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تشتركان في ذات الهدف في تعزيز الاستقرار المالي إدراكا منهما بأهميته للوطن والمواطن وهذا ما عكسه ما تم استعراضه اليوم في الاجتماع بين السلطتين من مبادرات تستهدف خفض المصرفات وتنمية الإرادات غير النفطية وأكد الرميحي أن هذه المرحلة تتطلب تكاتف الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة وجعل التعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا ممكنا وفصلا جديدا من النجاحات التي تحققها مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر